أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة جهودها من خلال الوزارات والأجهزة المعنية للنهوض بقطاع الطيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنفسية إقليميا وعالميا وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة وخلال لقاء لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارتي الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإرادات المحصلة وناقش الاجتماع موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الترح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية وذلك لتنظيم حركة تدفق المسافرين والخدمات بأفضل عروض ممكنة